مارتين غريفث لوليسجارد خلال الزيارة المرتقبة مقترحات جديدة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بعد أن وصلت المقترحات السابقة الخاصة بالخطة التنفيذية للاتفاق إلى طريق شبه مسدود المبعوث الأممي كان قد هيئة لزيارة صنعاء بلقاءة مع المعنيين بالملف اليمني في مسقط ولقاءات مماثلة مع مسؤولين في الحكومة الشرعية بالرياض فيما تسبق هذه التحركات للمبعوث الأممي موعد تقديمه الإحاطة الدورية حول المستجدات في اليمن إلى مجلس الأمن والمقرر منتصف هذا الشهر مؤشرات انسداد الأفق أمام تحركات المبعوث الأممي تتجلى في فشل اللقاءه مع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليمني الذي توجه مباشرة إلى سفراء الدول التسع عشر راعي لعملية السلام ليتهم غريفث وكبير المراقبين الدوليين بالفشل في تقديم خطة مزمنة لتنفيذ اتفاق الحديدة وهو موقف عبر عنه أيضا الرئيس عبد الابو مصرهادي وكان الوزير اليمني قد انتقد توجه المبعوث الأممي وكبير المراقبين الدوليين في الحديدة إلى تقديم مقترحات تجزئ الاتفاق إلى خطوات صغيرة على نحو أن يعكس رفضا حكوميا للمقترحات الأخيرة التي تقدم بها المسؤولان الأمميين والمعروفة بخطة لوليس غارد المعدلة القاضية بعدما الحسم بشأن من يشرف على الموانئ بعد انسحاب الحوثيين والاكتفاء بنشر مراقبين دوليين يأتي ذلك في وقت أرسل فيه الحوثيون رسالة غير ودية تجاه مساعي كبير المراقبين والمهمة الأممية في الحديدة عندما استهدفوا بالقصف المقر الذي تحقد فيه اجتماعات فريق إعادة الانتشار واللقاءات مع الفريق الحكومي القصف خلف خرابا كبيرا في المقر وخلف معه أسئلة ملحة بشأن جدية الحوثيين في الذهاب إلى سلام في هذه المدينة أساسه وفي القلب منه الانسحب الكامل من الحديدة والموانئ تطبيقا لتفاهمة السوكولم التي لم ينفذ منها شيء لا في الحديدة ولا في تعز ولا فيما يتعلق بتبادل المعتقلين والأسرى والمفقودين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر